بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نعيش فيه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجلس بين أصحابه الفضلاء رضوان الله عليهم أجمعين وأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم أمرا عظيما فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي غفر لك ما تقدم من ذنبه وما تأخر يطلب من الصحابة الكرام ألا يخبره أحد من الصحابة عن فعل قام به أحد الناس حتى يخرج إليهم صلى الله عليه وآله وسلم وهو سليم الصدر ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم طاهر في كل حركة من حركات جسده صلى الله عليه وسلم ولكنه أراد أن يجعل هذه الرسالة لأمته صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الصدر السليم والقلب السليم هو الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى وهو الذي تفيض عليه الأنوار الإلهية من الله سبحانه وتعالى وهو الذي يمتلئ بالحب والرحمة وعمارة الأرض والأكوان ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هذه الصور ولا إلى هذه الأجساد ولكن ينظر إلى موضع صغير في جسد الإنسان يرغو الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إذن هذا القلب الصغير هو محل نظر الله سبحانه وتعالى والقلب الذي ينظر إليه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قد امتلأ بالحب والرحمة وابتعد عن الحقد والحسد والضغينة والغش وغير ذلك من الصفات الذميمة التي تبعد العبد من ربه سبحانه وتعالى لأن هذا القلب إذا أصبح الإيمان والحب فيه في كل حركاته فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الجسد يكون في أفضل حالات العبادة والطاعة وعمارة الأرض ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب الذي يريده صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي لا يحمل الحقد والحسد لجميع خلق الله سبحانه وتعالى والإنسان الذي يتصف بهذه الصفة يكون من أهل الجنة والذي بشره بذلك هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الفضلاء حتى يتعلموا منه الأخلاق صلى الله عليه وسلم فيقول لكم حبيبنا صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فالصحابة رضوان الله عليهم نظروا فإذا برجل من الأنصار فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرفا ففي اليوم الثاني قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فالصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون من الداخل فإذا هو ذلك الرجل الذي كان بالأمس ثم يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى أعماله وفي اليوم الثالث يقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة الذي يتحدث هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء ذلك الرجل في اليوم الثالث فسيدنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ذلك الرجل ونزل ضيفا عليه ثلاثة أيام حتى يرى ماذا يقوم حتى يصل إلى هذه الدرجة فلما جلس معه هذه المدة لم يره يقوم بأعمال كثيرة فأراد أن يعود إلى بيته مرة ثانية فسأله ماذا تفعل رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أنك من أهل الجنة فماذا تفعل حتى أقتدي بك قال لا أفعل شيء إلا ما رأيت أنه يصلي ويذكر الله سبحانه وتعالى فلما أراد سيدنا عبد الله أن ينصر فقال له ذلك الرجل إلا أني أبيت لا أحمل في قلبي حقدا لأحد من خلق الله فقال له هذه التي بها بلغت أي هذا الصفاء وهذا القلب الذي امتلأ بالحب والرحمة هو الذي جعله من أهل الجنة ومن أهل الرضوان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرضوان وأهل المغفرة دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته